سلام عليكم عليكم السلام المحمم امتياز كان عندنا السؤال اليوم هل يجوز ان نطلب الرزق من الحسين رضي الله عنه او عليه السلام اين اسم الامر وابو بكر في القرآن؟ اين اسم الامر وابو بكر في القرآن؟ جاوبني هو اسم عمر موجود؟ اين اسم خليفة النبي خليفة النبي عمر والبكر في القرآن؟ موجودين؟ جاوبني موجودين في القرآن؟ وين؟ وين؟ لعمرك انهم لفي سكراتم يعمهون؟ عمر بن خطاب لعمرك أي عمر بن خطاب بالعشي والإبكار الإبكار أي أبو بكر ما لك يا امتياز يا أحمق إن الأحمق أبوك خليك محترم ما لك هذا ليس إسم ليس أنا أقول هذا صراط علي مستقيم هذا صراط صراط علي مستقيم أي علي إهدنا الصراط المستقيم برده وهذا صراطه علي مستقيم أي علي بن أبي طالب خلاص لعمرك أي عمر بن الخطاء والإبكار أي أبو بكر اسبد لي خلافة عمر من القرآن يا الله جاوبني طيب أجاوبك بس ما تخش السخن كده يا امتياز لأن انت كل ما بتخش بتاخد على جفاك وتطلع مهزوم فخليك محترب وما تخش السخن كده وشوف يا امتياز الله سبحانه وتعالى قال طبعا السنة بس عشان فاهم عقلاء الشعياء عقلاء الشعياء لا أقول ان عمر وابو بكر مذكرون في القرآن لا أنا ألزمه بما يعتقد نستطيع أن نفعل كما يفعل الله سبحانه وتعالى قال يا امتياز وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتد لهم فهل الله سبحانه وتعالى مكن لأبي بكر وعمر ولا أهو استخلف أبي بكر وعمر ولا أهو تفضل شنو لا ما أنا بقول لك انت ما بتفهمش يا امتياز أنا مش عايف ودوك الحوزة ازاي ما انت ما بتفهمش وهرجع أعيد الكلام ومش هتفهم الله سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم فاستخلف الله تعالى أبي بكر وعمر ومكن لهم دينهم وانتشر الإسلام في خلافاتهم إلى اليوم منذ أكثر من 1400 عام الله يستخلفه أو أجبر الناس ببيعته أجبر مين هل أجبر الإبام علي أجبر الناس وضرب الناس وجاب في بيت أمير المؤمنين وضرب بصحابة النبي طيب جميل يبقى أبو بكر وعمر ضربوا الناس علشان الناس تؤمن بخلافتهم هل أجبروا علي بن أبي طالب خلافة الله وليس خليفة الله طيب جميل اسمعني بقى يا امتياز هل أجبروا علي بن أبي طالب على البيعة هل أبو بكر وعمر جم وأجبروا علي على البيعة طيب هل أبو بكر وعمر أجبروا علي على البيعة يا عم روح الحمام يا عم بعيد عننا يا امتياز إيه الأرف ده روح يا امتياز بعيد عننا يا عم الحاجات يعملوا في الحوزة وانت قاعد جنب زميلك في موقع بعد وعملوا الأرف ده يا عم مش هنا نعتذر الجمهور والله ما كنتش عارفنا هيعمل كده والله بس هو على طول من فوق وتحت وكل حتة بيعمل الأصور الغريبة ده امتياز هرجع أعيد عليك السؤال تاني يا امتياز يا اللي تعن في عرض النبي مبارح وتعن في السيدة عائشة وسكرت وانا مفروض ما كنتش استقبل اتصالك أيها المعمم الزنديق هرجع أعيد عليك السؤال تاني اللي انت بتتهرب منه هل أبو بكر وعمر أجبروا علي على البيعة أجيبني نعم أو لا يا حمير جاوبني الحمار أبوك متشكرين يا امتياز هرجع أعيد عليك السؤال تاني هل أبو بكر وعمر أجبروا علي على البيعة أجيبني يا امتياز شفتم المعممين جايين سهرانين ساكرانين آخر الليل كده الساعة 12 وربع صباحا نهية جايين ساكرانين آخر الليل الله المستعى والمارفة تعن في عرض النبي وسود زوجته تلع والله زوجته تلعت معنا في البس من المرأة كل واحد يتعن في عرض النبي لازم كده انت بتقول يا بوكر وعمر أجبروا الناس على البيعة يا امتياز هل أجبروا علي على البيعة أجيبني نعم أم لا هل بايع علي مقرهن أم برداش أجبروا كل الناس طيب يا عم أنا مش عايز علي يا عم إمام أنا واحد مجبور ولا عادر يدفع عن زوجته ومجبور ويروح يبايع الظلمة والكفار في دين أمك ومجبور خلاص يا عم أنا مش عايز أمام يا عم أعوزوا بالله ده يبقى جبان في دينك هو جبان عياذا بالله لم يستطع يدفع عن بنته اللي اختصف فرجها في كتاب الكفو صحيح المجلس في مرأة العقول لم يستطع يدفع عن زوجته لم يستطع يدفع عن محسن لم يستطع يدفع عن إمامته كل حاجة مجبور 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 يعمل لا أريده هو ليس عنده صلاحيات يدفع على الولاية الصغرى ولاية زوجته وأبنائه فكيف يمتلك الأمة ويدفع عنها في دينك ولكن رد شاهده من رد الشاهد من أهل البيت النبي أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام احتاج على أبو بكر في قضية فدك وفي قضية أمامه ولكن أن أبو بكر رد شاهدين من أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال علي؟ قال ماذا علي في الإمامة؟ قال لي لأبو بكر إيش؟ قال نوما أن قضية فدك قضية فدك لا سباك من فدك دلوقتي إحنا في الإمامة كيف علي قال أنا إمام؟ هل علي قال لأبي بكر؟ يهتج على أبي بكر؟ يهتج على أبي بكر؟ تدري أم لا تدري أن أبي بكر صنع حديثا جعل حديثا أن النبي لا نورس نحن معاشر الأنبياء لا نورس ولا نورس هكذا صنعا ولكن رد شاهدين طيب وأن العلماء ورثت الأبياء والأن الأبياء لا يورثون رحمة النوالدنا ولكن يورثون العلم لو أنا جبت لك الآن هذا الحديث من كتاب الكافل أنت بتقول استنع أبو بكر أنت بتاخد دين أمك من أبو بكر لأن أمك برضو شيعية فهل أنت وأمك وأبيك وأجدادك يأخذون دين أم من أبي بكر هجب لك الرواية الآن من كتاب الكافي وهجب لك تصحيحها للمجلسي من مرأة العقول أيضا وهجب لك الخمين وهو ذكرها وقد ذكرها في الحكومة الإسلامية أن الأنبياء لا يورثون فإيه رأيك لو جبت لك هذا الآن؟ رحمين أمام أحليبات النبي لو جبت لك الآن الرواية هذه من كتبك بسنة صحيح أن الأنبياء لا يورثون والخمين يقر بها في قضية المباحلة عن النصارى خاضر يا غبي أنا بكلمك في أنت كل شيء تنط زي القرد ليه كده مش أنا بكلمك دلوقتي في نحن معاشنا بها نورث هربت من الإمامة إلى فدك رحت شددك من دلك وجبتك في فدك بتهرب للأيت المباهلة وأنا مناظرك فيها من قبل ده الأسبوع ده تكلمت على أيت المباهلة وشرحتها لك شرح خلاص باستفادة وجبت لك آيات كثيرة تثبت أن الصحابة من نفس واحدة أو بني إسرائيل نفس واحدة وأمهات المؤمنة وجبت لك آيات كثيرة ترد وأن عائشة نفس النبي صلى الله عليه وسلم بأدلية القرآن فمش عايزين نقفز لمآيات المباهلة تاني أنت دلوقتي بتتكلم في أن نحن معاش الأبياء لا نورث لو أنا أثبت لك أن هذا موجود في كتبك بسند صحيح يا أبي غال جاوبني أن النصارى كانوا خاضعين أمام أحل بيت النبي كانوا خاضعين كانوا خاضعين خاضعين ليه ولكن أن أمر وأبا بكر رد شاهدين من آل بيت النبي هذا ما رأيكم حول هذا القضية أول حاجة يا أبو بكر وعمر لم يرد شاهدين ده من كيسك رقم اثنين النصارى ما كانوش خاضعين النصارى يا حبيبي يا حبيبي أمك لأن انت من فاش تكون حبيبي آية المباهلة النصارى بني نجران النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباهلهم في إثبات أن عيسى عبد الله ورسوله وليس ابن الله وليس إله كما يعتقدون فحدثت المباهلة فالنبي صلى الله عليه وسلم من مباهل الإنسان لو جي يباهل كما قال الشريف المرتضى وكما قال المفيد عندك وغيرهما إن الإنسان حينما يريد أن يباهل يأتي بأقرب الناس إليه أنا ممكن كما قالت لكم من قبل إمام الحرام قد أرى أفضل من ابني لكن أحب ابني وأخاف على ابني أكثر من إمام الحرام ولذلك انتظار الآن لو إنسان طلع أمامه سبعة أو شئه معه ولده حتى لو امرأة لو امرأة ومعها ولدها بتحط الولد وراها يا إخوة تضع الولد خلفها لماذا تضع الولد خلفها أيها الأكارم خوفا عليه تضع الولد خلفها خوفا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج للمباهلة أخذ معه من أخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيتي لأن أكثر ناس يخاف عليهم الإنسان هم أهل بيتي وليس هذا كلامي أنا قلت لكم من قبل هذا الكتاب هدم البنيان فيما احتج به الشيعة من آيات القرآن تسمعني يا امتياز؟ أنت امتياز في الخيبة والله ايه اسمع اسمع اسمعني يا امتياز اسمعني يا امتياز كده وانت معايا بص الأية ديات يا امتياز خليني بس أواريك آية يا امتياز معايا أنا عارف أنت لا بتسمع ولا بتشوف خليك معايا امتياز كده بسم الله يا امتياز أهي آية المباهلة بص يا امتياز استدال الشيعة خليك بقى يا ولد بقى شوف يا امتياز ماذا قال وقال اعترف المرتدق قال اسمعي معايا امتياز يقول الأول جعفر السبحاني وهي المباهلة وإن كانت دائرة بين رسول الله والنصارى ورجال نصارى لكن عمت الدعوة للأبناء والنساء للدلالة على اطمئنان الداعي بصدق دعوته وكونه على الحق شوف بقى لكن عمت الدعوة للأبناء والنساء للدلالة على اطمئنان الداعي بصدق دعوته وكونه على الحق وذلك لما أوضع الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان من محبة الأولاد والشفقة عليهم فطره يقيهم بنفسه ويرقب الأهوال والأخطار دونهم ولذلك قدم سبحانه في الآية فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا قدم الأبناء لذلك دوت من اللي قال ذلك هذا جعفر السبحاني في كتابه مفاهيم القرآن العدل والإمامة جعفر السبحاني المفيد قال معايا اجتمع الأسقف مع عبد المسيح والعاقب على المشورة فاتفق رأيهم على استنظره إلى صباح الغد من يومهم انتظروا قالوا نشوف محمد هيأتي بمن فلما رجعوا لرحالهم قال لهم الأسقف انظروا محمدا في غد فإن غدى بولده وأهله فاحذروا مباهلته وإن غدى بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شيء فالإنسان كما يقول علماءك بيقدم الأبناء وحتى الآية تقدمت فقلت على الأبناء أنا يقدم أبناءه لماذا؟ ويرقب الأهوال والمخاطر من أجلهم فانا لو أنا عايز أبين صدقي هجيب زوجتي وأولادي وأباهل مش هجيب أصحابي اللي هم مؤمنين ومولين وكده وباهل به لا الإنسان يقصر صدقه أكثر وقوة يقينة أكثر ما يكون معه أولاده وأهل فهمت يا امتياز والله انت شكلك ما بتفهم حاجة فيهمت يا حاجة يا امتياز ولا لسه برضو ما بتفهمش أين الشاهد يا حمار الحمار أبوك يا امتياز خليك مؤدب خليك مؤدب يا امتياز أنت ليه بتجيب الإهن الإهنة لدينك القذر وانت كل يوم تخشي وتسبي يا امتياز بينتي لك هو بيقول لي أين الشاهد الغبي الغبي اللي كان بيقول لك أسل النبي خد ليه النبي خد علي واخد الأبناءه ما هو لازم ياخدهم ما هالمباهرة مش أخد صاحبي ولا أخد واحد شغال معايا في الدوامة أخده وقوله تعالى باهل عليك المباهرة يزداد اليقين أكثر حينما يأخذ أهله معه يا عمي روحي يا عمي إيه القرف اللي انت قد تعمله ده يا امتياز الحاجات اللي بتعملناها في الحوزة ما تعملهاش في المباشر ما تقرفش الناس الناس لسه ما تعشتش يخرب بيتك انت بتشد بودرة انت بتشد بودرة انت شكلك شمام شكلك بتشم شربات اخواتك الشراب بتاع اخوتك ومنايمين من صغرق وانت كده عوضوا بالله تشوف منظر الكئابة على وجهك ما هما دول يعني هو ده امتياز دلوقتي قاعد فين بيتصل الان امتياز قاعد في العراق اهو رقم قاعدين في العراق بتعمل ايه بتسرقوا خيرات العراق ليه يا شوية رمب بتسرقوا خيرات العراق ليه تفضل يا امتياز اهترم نفسك لا تسخر لا تسخر كل اليوم الشيعي انا لا بالعكس يوجد عقلاء الشيعة وانا بقول يحرروا انفسهم من ايدي هذه الرمم امثال حضرتك ارجع وعيد عليك السؤال بقى تاني امتياز سؤال الحلقة اللي انت يعني لم تجيب عليه هل يجوز طلب الرزق من الحسيني اه يجوز طيب ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له اليه ترجعون فضل يا ابانا استغفر لنا ظنوبنا ايوة دي غردية دي التواصل بدعاء الرجل الصالح شريطتين ان يكون على قيد الحياة وقلبك يعلق بالله ما فعل اخوة يوسف ما فعلوه بيوسف وندمه قالوا ليعقوب يا ابانا استغفر لنا استغفر لنا ادعوا الله ان يغفر لنا كما انا رجل صالح الاد وهو ذاهب الى الحج او العمرة اقول له لا تنسانا من صالح دعاءك يبقى انا كده طلبت منه طلبت منه ان يرزقني ان يجيب لي بيت ان يجيب لي مال الله سبحانه وتعالى قال ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق طيب يا عم هسيبك من ده انت بتقول يا جوز ان نطلب الرزق من الحسين طيب شكرا لك الحسين كان يطلب الرزق من من علم مني علم مني علم علم انا هعلم عليك مش هتعلم منك هعلم عليك بس هعرفك هعلم عليك فين دلوقتي بس األك بس يا شيخ ابتياز انا دلوقتي لو انا اريد ان اطلب الرزق اطلب الرزق انا عندي انت قلت يا جوز انا اطلب الرزق من الحسين الحسين كان يطلب الرزق من من الحسين كان يطلب الرزق من من؟ هذه الآية مطلق مطلق؟ كمّل الآية كده؟ كمّل الآية ولو أنهم الظلم وأنفسهم جاوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لواجدوا الله تواب الرحيمة فلو ربك لا يؤمنون حتى إيش؟ حتى يعني مش هتعرف تكمل انت عارف ليه؟ لأنه ما بتحفزوش للآيات اللي بتستدلوا بيها عشوهات فقط الآية اللي بعدها بقى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وانت قلت دلوقتي مطلق ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول والآية اللي بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هلزبك أن دي مطلق هي كمان وهقولك تعالى بقى الخامنة إيه؟ لعنه الله مختلف مع صادق الشرازي لعنه الله فلماذا الاثنين لا يذهبون يتحكمون إلى النبي الآن؟ أنا أريد خامنة إيه وصادق الشرازي يذهبون إلى قبر النبي وخامنة يقول له أنا أقول بولاية الفقه وصادق الشرازي يقول له هي شورى الفقهاء يا رسول الله وأتينا نتحكم إليه من أوجد الموبايل في الدنيا؟ من أوجد الكمبيوتر؟ جاوبني من أوجد إيه؟ من أوجد الكمبيوتر؟ الإيش؟ كامبيوتر كامبيوتر إيه كامبيوتر دي يا ولا؟ موبايل الإيش يا ولا؟ إيه من أوجد المطيارة؟ إيه خربت أبوك يا جدع ده أنتو شويت بهايم ده أنتو شويت عمم على رمم فعلا والله عمم على رمم يا غاب أنا أكلمك فيه أنت في إيه؟ أنت قلت دلوقتي ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا له استغفروا لهم الرسول قلت لي ده مطلق في حياتي نبو في أي وقت أروح لقبر النبو وقول له يا رسول الله لا استغفر لي قلت لي ده مطلق قلت لك والآل بعديها فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك في مشاجرة بينهم هل زبك أن ده مطلق وأنك تذهب الآن تتحكم أن مراجعة وأن الشيعة الإخبارية يتحكمون هم الشيعة الأصولية عند قبر النبي هل يصلح أن يتحكم الشيعة الإخبارية والشيعة الأصولية عند قبر النبي يا امتياز يا حمير اسمع علي برضو وانا عارف والله في ناس ما بتعرفش تنمى لم تتهزأ والله عارف يعني انت مش هتعرف تنمك جسمك هيكلك هتقول لها يا مرات امتياز انت ابنك اسم هرشيل في ظهر ايه محدش هزأني النهار أنا عارف انتو فيش وقت معممين كده لازم يتهزأ فاكونش يشتمني علشان عايزني أنجر معافة الكلام واسبه شفت بقى واحد يبقى حران قوي 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 بيخش ياخد شاور كده شفت الشاور والشامبو نازل عليك وبتاعه هو امتياز كده اشتموا وهينه يفرح ويبقى فرحان واخد على كده بيقعد يهين نفسه لو ملاقاش حد يقول لها هزاجين يا مره يا مره هزاجين ويخلي مراته تهزأه فانا بقولك يا امتياز خليك محترم وخليك مقدم ما تغلطش دلوقتي انت قلت ولو انهم الظلموا انفسهم جاؤك دي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مماته طيب والآية التانية فلا وربك في نفس السورة والآية لبعدها على طول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هل يجوز التحكم الى رسول الله الان فضل ان الله قادر ان اودع القدرة ان اودع القدرة في خلقه في خلقه ان اوجد السيارة ان اوجد الطيارة ولكن انتم انتم ما تقدر تتفكر حول ولاية التقوينية ان اودعوه الله تعالى لأوليائه الأذهار هو القرآن يقول اني اخلق لكم من الطين كحيئة الطير بإذن الله بإذن الله ان اولياء الله يخلق شيء يرزق عباده طيب تعالى اول حاجة ده مش اولياء الله ده ده النبي والنبي بيبقى اعلى مرتبة من الاولياء ماشي علشان انت قلت جبت آية في عيسى عليه السلام وحاولت تجعلها في الاولياء فديت في عيسى عليه السلام كان عيسى قومه كانوا يعني عندهم من العلم في الطب الكثير فلا بد ان تكون المعجزة بنفس الموضوع بنفس ما هم عليه كمحمد صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على فطاحلة اللغة من العربي في قريش فاعجزهم فاتى الطب ايضا موسى كان السحر فالعصى فينفعنا اقول دلوقتي ايوة وانا بيدي ولاية تكونية امسك هذا السواق وتسوق به لا امسك هذا السواق ادربه هكذا هتنلع لك اثنى اوفجر لك اثنى عشرة عينة هينفع هقولك كده هتقول لي دليلك يا رامي هقولك دليلي في القرآن ان موسى مسك العصى وضرب بها ففجر اثنى عشرة عين هايقول لي يا رامي ده 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 جنون ده ده دي ادلتكم في من الامام الحسين بيخلق ويرزق طب ما انا سألتك وانت تهربت الحسين بيخلق ويرزق وانا يجوز ان اطلب الرزق من الحسين قل لي شخص رزقه الحسين تفضل اذكر لي شخص راح للحسين وقال له حسين ارزقني بولد فقال له خد يلا روحت الامرتك حامل تفضل جاء الراحب الى النبي قال للنبي يا محمد صلى الله عليه وآله في رزقي ليس لي ولد وارزقني ولد قال النبي ان في مشية الله ليس لك ولد فجاء عند الحسين عليه الصلاة والسلام ودع الحسين عليه الصلاة والسلام من الله تعالى فالله اوضعه ولده يعني النبي قال له ما عم فيش في مشية الله عندك ولد والحسين اوضعه ولد كان النبي قادر انا ليس منكر ان النبي لا يقدر ما هو النبي مقدرش والحسين عمل قلتلكم عبدة للحسين يا اخوة هو الدين قائم على اسم الحسين فقط والله سيتبرق منكم يوم القيام الرجل القسيس راح قال القسيس كانوا يروحوا يطلبوا الولد بالنبي صلى الله عليه وسلم لانتم فقط والله يمكن اقل شركا منكم فيروح طلب بالنبي قال له انا عايز ولد يا رسول الله قال له قطب في مشيئتي لا ليس لك ولد قال له ما لا اعملي بقى عرف بقى ام رايح راح طلب من قبر الحسين هو الراجل القسيس ده كان عنده 900 سنة ولا ايه كان عمره قد ايش القس ده او الراهب ده كان عمره قد ايش شيخ امتياز انت عارف ليه يا شيخ امتياز تسمعني شيخ امتياز ايه هو انت وانت صغير في معمم خدك ودخل بك الحوزة وانت طفل صغير وعمل لك آآ آآ غسيل مخ بالولاية التكونية هذي وامقيل لك بقى تعالى بقى وعمل لك غسيل مخ لأسنل الولاية التكون معلقة معاك جامد او مش قادر تسيبها فالولاية التكونية دي في معمم خدك كنت صغير وبين لك قال لك احنا عندنا ولاية تكونية وبتاع وقبرت بقى شبت على هذا الامر كل ما يحصلك حاجة تقول انا عايز ولاية تكونية انا عايز ولاية تكونية وكده ولاية تكونية اه المعمم خده والله العظيم صده يا اخوة شفتم يبشي يا مرأة ايو والله ما هم فاهمين انت مش فاهم انت عشان جاي من الهند بس انا عارف الموضوع ده منتشر عندكم وانتو صغيرين انا عارف حتى والله عبدالحليم الغزي قال ايو والله عبدالحليم الغزي قال ان المعممين لابد ان يكون لهم فروخ لابد الكل معمم يكون له فرخ وشغلت الفيديو لعبدالحليم الغزي من قبل وتحب اشغله لك ماذا كان يفعل الرجل الاشنوي عند عائشة ايو اول حاجة لم يدخل عند ام المؤمن عائشة يا ابن المتعة وانا جاوبتك على كده ببارح لم يدخل على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها خليك معايا كده لم يدخل عند ام المؤمن عائشة وكان ام المؤمن عائشة رضي الله عنها انا عايز بس تسمعكم الفروخ اه اه استنى يا اخوة استنوا بالله عليكم لازم يسمعكم المعامل امتيازة يقول لكم خد امتياز في ايه بسم الله استواني كده اخوة خليك معايا امتياز خليك معايا وعتروح للمعمم خليك معايا ثانية بس بص اخوة انا بس هجري الصوت عشان الزنديك ده بيبلغ على الفيديوهات عبدالحلم مسألة عطا فصل شحن والله يا الله قال لك المراجع عندهم فروخ المراجع عندهم فروخ ما مرجع الا وعنده فرق من الفروخ ولد من هؤلاء ايوالله سامع صوت زوجتك تلعت ازاي يا امتياز ازاي الفاسق فاجر قل لها قل لها انا بطعن في عرض النبي قل لهم احنا ابناء متعجينة من الهند قعدونا الشيعة في العراق سرقنا خيراتهم ونطعن في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم روح يا امتياز خلاص كل يوم تيجي تاخد الضريبة دي وده جزاء كل معمم زنديق لا يعلم شي بس انا كان اخر سؤال وانت هربت منه هل الحسين يرزق قلت لي نعم هل الحسين كان يطلب الرزق من من هل كان امر يجاهد مش هسألك مش هجاوبك هل الحسين كان يطلب الرزق من من شفتم خلاص كان يهرب كان كان يهرب لا لا ماهربش ودرب زوجة المعصوم عندك في دينك درب زوجة المعصوم اول حاجة لن يجيب يا اخوة يبقى الحسين كان يطلب الرزق من الله فكيف يا شيعي يعاكل تمشي وراء هذا الزنديق المعمم في الحوزة امتياز وتطلب الرزق من غير الله تبارك تعالى ده معمم زنديق لازم يتهان لطعنه في عرض النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وهيجي كل يوم يتهان هذا المعمم الزنديق كان معكم المعمم الزنديق امتياز امتياز في الفشل واللعب مع المعممين اقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو انتظر اعجاب وتشارك رابط الفيديو ولا تنسى ان تشغل الاشعارات كي يصلت كل ما هو جديد